مساء الخير، مساء السعادة والصحة، مساء الرشاقة والجمال على كل مشاهدين أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم استشارة مع دكتورة مروة طبعاً أول حاجة أحب أفكركم بيها أن إحنا في شهر أكتوبر شهر أكتوبر أو أكتوبر الوردي، بينك أكتوبر ده شهر الكشف المبكر لسرطان السادي أحب أفكر كل واحدة فوق الأربعين أنها لازم تتجه لأي مركز أشعة وفي أماكن كتير ممكن تعمل فيها فحص الماموغرافي علشان تتطمن على نفسها ده إجراء وقائي حتى لو ما بتشتكيش من حاجة وربنا يحفظنا جميعاً ويتم شفاء كل وريد ندخل بقى في موضوعنا النهاردة موضوع حلقتنا هو علاج التشنج المهبلي وهتكون دفتي النهاردة هي دكتور رانيا السيد عبدالعليم دكتورة وعضو هيئة تدريس العلاج الطبيعي لأمراض المخ والأعصاب بالأسر العيني جمعة القاهرة أهلاً وسهلاً بيك يا دكتور أخبارك تمام؟ طيب نحب نعرف يعني إيه التشنج المهبلي؟ التشنج المهبلي ده معناه تشنج من اسمه تشنج في عضلات الحول وتشنج في عضلة المهبل عضلة اسمعت بيبوكوكسجيز مصر يبقى فيها سيفير اسبازم يعني تقلص شديد ومن شدة التقلص الاسم العلمي يبتعه في جينيزمس والترجمة بتاعته تشنج مهبلي ما قولوش تقلص قالو تشنج من كتر ما يعني المرض ده معروف بالتقلص العضلي الشديد طيب معلش هو احنا عارفين كلنا دايماً انه التشنج المهبلي لو حدا بتشتكي منه بتروح لدكتور النسا امتى تروح لدكتور النسا وامتى تروح علاق طبيعي؟ لأ بسي هو القصة اللي بتحصل هوليك هو اي حد بيشتكي من مشكلة في منطقة المهبل اللي بيحصل بيبقى اللاجيك انه هو بيروح لدكتور امراض النسا بالذات الدكتور امراض النسا التشنج المهبلي زي ما احنا شرحناه عرفناه ان ده تشنج في العضلات التشنج ده بيمنع حدوث العلاقة الزوجية ما بتحصلش اصلا علاقة زوجية بسبب وجود المشكلة دي ممكن توصل في حالات كتير للطلاق للأسف يعني نتيجة جاهل العلب الناس بالمشكلة انا قلتلك في التليفون قبل ما نبدأ الحلقة القصة دي انه انا واصلا انا عملت على فكرة الموضوع ده لو الناس دخلت على اليوتيوب هتلاقيه الموضوع ده انا عملاه كذا مرة بسبب طلب الناس دكتور فعلا العلاجة المشكلة دي بتستبقيه سبب ان يبتنقذي بيوت ناس من الطلاق حقيقة فعلا المهم ان ارجع لسؤالنا بقى دكتور نيسا اه المشكلة انو الناس بتروح اللو جبت لما بيقى في مشكلة دكتور نيسا فاغلب تكاترة النيسا هو من وجهة نظر فعلا يا جميعان هي راح يتكشفت عنه عنده هو من وجهة نظر وهي الجهاز التنسوري عنده سهيل في بعض الدكاترة بيبقى عندهم خلفية عن التشنج المهبلي وده رير لان هو حاجة في العضلات دكتور نيسا مش ممكن ميبقاش عنده خلفية عنها زي مثلا لو انا بقولهم لو انا حد جالي العيادة قالي انا عايز اولدها مش عارف اتصرف فهمي فده مش تخصصه فالقصة اللي بتحصل ايه انه هو كمان ما بيلاقيش حالة من المشكلة فالمشكلة اصلا بتتفاقم انه هو كمان بيقول لها انت بتدلعي فالخلاف اللي بينها وبينزوجها بيزيد المشاكل بقى بينهم اصلا بتكبر لانه هو قال لها انت بتدلعي لا 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 دي معندهاش حاجة فبندخل بقى فتاة مشكل اكبر هما بيقولولي لازم نطلع فاصل نطلع فاصل ونرجعلكم نكمل الموضوع جانالكو بعد الفاصل وهنكمل موضوعنا مع دكتر رانيا تفضلي دكتر كميلي بس فلي بيحصل انه الناس لما بيروح الدكتور امراد الناس الدكتور بيقولهم لا ما فيش مشكلة دي بتتدلع او كده لا لا دكترة الناس يعني لانه افضت نظره الا بقى الناس العارف يعني ايه تشنب مهبري في ناس عندها خلفية عنه في ناس لا زي ما قلنام هو مش مش التخصص زي ما احد يهد ولديني يا دكتور انا مش عارف اولدها فاماني فهي على حسب ايه التخصص في ناس بتوجيهها صح تقولها لا ده تشنج مهبري وعلاجه بيكون كذا 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 وفي مشكلة تانية كمان انه حتى علاجه احنا بنقول ايه ده تشنج عضلي فطبيعي اللاجك انه علاجه علاج طبيعي فلي بيحصل ايه انه هو اصلا حتى الناس مش يعني يعتبر مش على مستوى مصري بس يعني فيش حد بيعالج اصلا مشكلة التشنج المهبري دي كتير فالعيام بيدخل بقى فين وفين عالما يوصل لطريقة العلاج وعند مين المتخصص ان هو اللي بيعالجه عن زوجك ان انا عالجت قابل زي كتير اطباء يعني نسا والاكطبيعي وتخصصات مختلفة واسنان يعني بايه اسبابه يا دكتور بستي اسبابه يا اما انتي باسك لهو حاجة جد لهو زي ما تسهي عندي عندك اسبابه ما فرقابتك تقلص عضلات ممكن يبقى من جار السبب وارد جدا انه يبقى كان فيه عندها خايفة فتعمل في الاول في الاول العلوقة كبهية بنفسها بتعمل تشنج ارادي ومع مرور الوقت تحول لتشنج لا ارادي عارفة زي مسلا اسهلها لكو شوية عشان تبقى سهل زي ما حد يبقى عمل عملية في رقبته وخايف مسلا يفردها في الاول تفضل متنية وينفع ان يفردها لو فضل تانيها كتير هيحصل هتبقى فكسب هتخوف وهتتحول لكونتراكشن ده انه مش عارف نفردها فهي نفس القصة بتحصل انه ده كان تشنج يعني لا ارادي وتحول لتشنج ارادي وتحول لتشنج لا ارادي طيب وليه تشخيص المرض ده صعب اه ليه تشخيصه صعب عشان احنا قدمنا بالسؤالة بادري انه انه هو النسبة تبقى اللوجيك انه هي تروح لدكتور امراض نسا قد يواجهها وقد لا يواجهها فنبدأ بقى في لفة ان الموضوع ملوش حل انا بيجيني ناس من جاوزين بقى لهم سنتين لحد شفت الحد عشر سنين جاوز المشكلة عمالين يلفوا ومالهاش حل واللي يروحوا بقى ليه شيوخ واللي يروحوا مش عارف لحد صعوبة تشخيص المشكلة دي فان احنا نتوجه نروح لمين مين بيعالج المشكلة دي طيب ايه اعراضه بصي بقى اعراضه اول حاجة ان الزوج في وقت حدوث بيصير علاقة الزوجية بيحصل انه الزوج بيلاقي مفيش قناة للمهبل للدخول بيلاقي الطريق مقفول خلاص بيبقى ده بينتج عنه ايه انه الزوج بيحس انه فيه زي كأنه سد حقيتي مفيش مجال مفيش قناة اصلا للمهبل والزوجة بتحس باستدام في السد ده فالزوجة تشعر بالقلم يعني الزوجة في الوقت دعتاش والبقى للم شديد فتبدأ تتمنى من ضمن الاعراض بسبب اللي بتحصل برضو بسبب التمنى وبسبب التوتر اللي بيحصل بقى بعد كده في العلاقة رجليها بتترعش من منطقة الخود لان احنا شرحنا في الاول انه ده مش بيبقى في عضلة المهبل بس بيبقى في عضلات الخود كمان فتلاقي برضو رعشة عند الزوجة فبعض الاحيان من شدة التوتر ده بيقدي ان الزوج يفقد ان تصابه مرات عديدة اثناء العلاقة بندخل بقى في سايكل طيب ايه طرق الخاطئة اللي بتشوفيها في علاج جدا شانه جميه بقى بس اول حاجة بتتقال شفتها خاطئة ودارجة جدا ان هو يقولك ايه انا هحكم بوتوكس البوتوكس ده عبارة عن مادة اصلا بتعمل شلل في العضلات مؤقت اول مشكلة اولا ان ده علاج مؤقت ان احنا محللناش المشكلة مشكلة الاسبازم دي مسحللتش بشكلة تكري البوتوكس بيقعد شهور انه ما بيقدرش يحقن عضلات الحوض وإلى رجلها تتشل فبيضطر فيحق ان هي عضلة مهبل بس فبعد ما بيحقنوا البوتوكس بيجوا برضو عندهم نفس المشكلة يعني حقنوا وتكلفوا التكلفة المادية بتاعت البوتوكس وفي العاخر ما جابوش نسيجة ده ليه لان حقن البوتوكس بيعمل ايه اولا ارتخاء لعضلات المهبل بس مش هيرخ لعضلات الحوض فتفضل المشكلة عندها لانه ده وده التقلس الشديد في عضلة المهبل اللي اتنين مع بعض مساهمين في وجود الازمة دي تمام فإيه اللي بيحصل ده بيؤدي الى انه مفيش ارتخاء كامل لمجموعة العضلات كلها اركينا المهبل والحوض لا ده بالنسبة للبوتوكس من ده من الحاجات اللي بتتقل برضو الشائعة اللي بتتقل قلط طب احنا هنفتح ونعمل عملية توسيع يا فندم المشكلة انت بتفقدها في العضلات في العضلات مش في الكنتور انت افقدتها ميزة عندها ان هي الكنتور عندها يكون الحجم ديق دي ميزة بتساعد في قوة الانتصاب عند الزوج وبتساعد في حدوث النشوة الزوجية انت افقدتها ميزة كبيرة يا فندم عندها وفي نفس الوقت ما حلت لهاش المشكلة وجالي حالات عمل وفعلا القصة دي وفعلا ما جابتش نتيجة على فكرة وبرضو عملنا الجلسات يعني كنا وصعنا الكنتور يبقى احنا جلنا حالات اللي عملت بوتوكس ما جابتش نتيجة لان احنا ما حقناش الخط كمان بلاس كمان عايزين انهوهن البوتوكس ده اي حاجة عملت شلل في العضلات على المدى الطويل مع الحمل والولادة ممكن يحصل اللي هي الاسترس انكونتنس تيجي تكوح ينزل منها بول بالاضافة ان هي برضو بقت عرضة الاولين عرضني ما حليليش المشكلة عرضني لعرضة المشاكل فيما بعد الحل التاني الخط اللي بيتقل اللي هو عملية التوسيع انت احنا مشايزين احنا مشايزين احنا مشايزين اصلا عملية توسيع احنا مقناش ان الدنيا عندها الكنتور بتاعها كويس المشكلة في اللسباز متقلص الشديد اللي حاصل في العضلة طيب اي بقى طرق العلاج الصح احنا قلنا الخطأ بس انا عايزة اقول بس نقطة لسه فضلة يعني دي دي ودود اللي الناس طلبتها مني من الحاجات الخطأ اللي بنستخدمها برضو حاجة اسمها الديليتورز يعني موسعات موسعات بيجيبوها باحجام مختلفة طب يا جماعة ما هي لوجك لو هي كانت قادرة عضلاتها على دخول اي حاجة داخل المهبة فكانت حصلت العلاقة الزوجية هي اكيد ما تقدرها ما تقدرش تدخل حاجة ودي برضو من طرق العلاج اللي بتفشل وممكن الي بيحصل بتدخل اول حجم تاني حجم التالت مش بتقدر مش بتقدر تدخل الحجم يعني الاحجام اللي بعد كده فبتفضل برضو المشكلة قائمة عمليه مهتما يقول للنس عشان نرحم الناس من اللفة اللفة الخاطئة اللي بتحصل بتاع بعضين بقى اللفة اسطحنا احنا شرحنا في الاول يعني ايه تشنج مهبلي بقلنا انه ده تشنج في عضلات الحوت وعضلات المهبل تمام طيب احنا مبدأ ايه بنعمل تلات زيارات كل المشكلات دي علاجها بيخلص في تلات زيارات بس كده ايه هم التلات زيارات دولة بنعمل فيهم جلستين في اليوم جلسة ارتخاء كامل لعضلات الحوت عشان الدخول للمهبل يبقى سهل نيزة بقى العلاج انه هو مش قائم على الاحتمالات ولا حتى على رأي الدكتورة اللي هي قالت كده تمام او لا او احساسا مريضة او كده ان احنا بنعمل فيه حاجة اسمها objective measurement الجهاز بيقاس بالارقام وانتش طبعا عارفة اعلى درجات الاياس لما يكون حاجة بتعملها investigation باياس بأشعة باياس رقمي فطبعا لا النتايج بتبقى الحمده لا فوضة لا مضمونة وبنبقى متأكدين الحالة خافت سواء انا او هي او زوجها لان احنا شايفين على الجهاز الرقم اللي بيدينا درجة الانكباط ودرجة الانبساط العضلي اللي حصلت وكل دي حاجة اجهزة او 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 ولا اجراحة ولا اي حاجة كله باجهزة سواء ارتخاء الخط او ارتخاء المهبل ده جهاز بيدخل جوا قناة المهبل بيساعدها ان هي يحصل وبيبان قدامنا انه على الارقام درجة الانكباط كانت ايه وبيبان ازا كان بيبان بقى في اول جلسة بنعرف التشنك ده متوسط ولا كان سفير شديد ولا كان خفيف بيبان خلاص دي اول هدف في الجلسة الاولى نتطمن ان البروب عدينا الموضوع ده تاني حاجة بتحصل بيحصل حاجة اسمها سيكولوجيكا الاشورانس يعني ايه سيكولوجيكا الاشورانس العينة بتطمن هي تبعا ده يعيني فوبيان لو حاجة دخلت جواها هي هتموت بنكسر الحاجز النفسي ده عندها لما حاجة بتدخل جوا المهبل ما بيحصل لهاش اي حاجة اول جلسة ولا اول يوم كل ده احنا بنعمل جلستين الجلسة القول على الخود الحود ده من باية خالص احنا دلوقتي بنكلم على الجلسة التانية في اليوم الاول اوكي اوكي بس فاحنا كده التمنى على الدخول التمنى هي التمنية وهدية الحاجة التالت يا ربي اشوف اي رقمين على الجهاز يقولولي انه في انكباط وانبساط ليه بعمل؟ لانه اذا كان في انبساط حصل ولو مرة واحدة قبل كده كان هيتقالي ايه ده حصل علاقة مرتين وعشرة لا لكن دولا بيقولوا ما حصلش اصلا علاقة خالص فاحنا متأكدين انه اكيد مفيش انبساط اكيد كده انكباط بس فبنبقى عايزين نشوف الانكباط والانبساط وده بيبان بقى بالارقام على الجهاز المرة التانية برضو بنرخي الحود وبعد كده بندخل الجلسة التانية ب بتبقى دي بقى جلسة لصيفة خلصنا كل الحجات الصعبة في اول مرة الجلسة التانية او الزيارة التانية بمعنى اصاح ان قصدنا الجلسة على الحود برضو وجلسة على المهبل. الجلسة اللي على المهبل بقى زي جلسة استرخائية بنوصل فيها لحد رقم معين على الجهاز درجة ارتخاء معينة. الجلسة التالتة بنوصل فيها المفروض للنورمال. وبنعلمهم الوضع الصحي اللي يحصل منه العلاقة. لانه مش كل الاوضاع بتنفع في حالة التشنج المهبلي. بنديهم الايام اللي بيحصل فيها التبويض بيكون كويس. انه غالبا هم بيقوم متأخرين شوية في قصة الحمل. اذا ما حصلش حمل من الخارج زي ما بيحصل عند الناس. بس فاغلب يعني الاغلب لا ما بيحصلش حمل. فبنعرفهم ايام التبويض يعني وقايفية حدوث وعدد المرات اللي يحصل فيها العلاقة بنقولهم كل حاجة خاصة عن الموضوع ده. بس. طيب عايزين بقى نختم موضوعنا باستشارة ونصيحة لكل زوجين. طيب انا بحب دايما نقول نصيحة للزوج ونصيحة للزوجة. الزوج باقوله على فكرة مراتك مش بتتدلع. مراتك مش ممتنع عن العلاقة. مراتك عندها مشكلة. دورك انك تقدم لها دور الحماية والصبورت المساندة النفسية والمعنوية. تمام? الحاجة الزوجة بقى. دايما بقى بحب دي نصيحة مهما الزوجة دي ان هي ممكن تخير التراك بتاع العلاق. والتراك بتاع حياتها كلها. بصي. طالما احنا تواجعنا فرد فعل طبيعي ان احنا هنحس بخوف. لما تيجي محاولة. او تيجي الجلسة. طبيعي انه هيبقى فيه خوف. خدسي حقنا واجعتك طبيعي وانت بتغذية في ذاكرتك الخوف. ده لاجيك. وما فيهوش مشكلة. بس خليني اقولك انه هناك شعرة. ما بين الخوف الطبيعي. اللي هو طبيعي عنده كل الناس. حد تواجع فتاني مرة هيبقى خايف. وبين الخوف المرضي. اللي هو احنا بنسميه مرض الفوبيا. فوبيا العلاقة. فوبيا لانه دخول اي حاجة دخل الميبل. الفوبيا دي ممكن هي اللي توصلنا بقى لتراك طويل. يعني احنا اتكلمنا مسال ان. او ان العلاج الطبيعي هيبقى هتبقى انت عارفة اخرك فين. واحد اتنين تلاتة. لو دخلت بقى نفسك في التراك العلاج النفسي ده حاجة احنا مش شايفين اخرها. ممكن تبقى شعر. ممكن تبقى سنع. ممكن تبقى عشرة. وده الحاجة العائق الوحيد اللي ممكن. بندخل في حلقة مفرغة. حلقة مفرغة. ان العلاج بتاعنا زي ما احنا قلنا يعني احنا بنبقى متأكدين ان نسبة العلاج. يعني تعتبر تلهمها ايسا تعتبر بازن ربنا طبعا وربنا هو الشافي. تعتبر يعني مية في المية. لكن احنا بنقول للمرضى دايما تسعة وتسعين بقى عشان الواحد في المية اللي هما بيدخلوا في دايرة التراك النفسي الشديد ده. وهي لو اتحكمت في المشاعر السلبية زي. ان شو الله بتخلص المشكلة. يعني هو كل من منعالج الموضوع بادري كل ما بيبقى احسن عشان ما ندخلش في مشكلة نفسية بعد كده. بالزبط. تأثر علينا وقت طويل. طبعا. طبعا. والعلاج فعلا فعال في الموضوع. طبعا بس اي علاج انت يفهم طبعا دكتورة ماروك الكصة دي انه اي علاج طالما فيه objective measurement انت سي عيسى ومتأكده الجهاز بي اي اصدار. يعني احنا بنبقى عارفين درجة الانكباط ايه? ودرجة الانبساط ايه? العضلي. الارتخاء العضلي حصل قدي. هل وصلنا للنورمر ولا ما وصلنا روش? بس وكل القصة اصلا العلاج يعني ثلاث ايام. ثلاث ايام بس كده. وهيوفر مشاكل كتير ومشاكل زوجية وممكن تؤدي للانفصال. يعني وفي حالة والرزي فعلا حصل انفصال وفي حيات حصل فيها مشاكل لأ ان شاء الله يا جماعة احنا ندي امل للناس ان شاء الله انه في علاج ان الموضوع سهل آآ. اه 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 اه. هو مرض زي اي مرض؟ اه اه. اه. انت مش مرض هو. تشنج عضلي. تشنج عضلي زي ما تبيه صحية. اه 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 اه. هي لمشكلة كبيرة اوي. مكانش علاجة ياخد ثلاث ايام. احنا في حالات الشهر النصفي بنقعد بالشغور لكن احنا لو هي مشكلة كبيرة بس هي التركة نروح لمين؟ مين اللي بيعالج المشكلة دي؟ لانه فعلا فيه نقص في مين بيعالج المشكلة دي الحمد لله احنا العلاج ده متوفر عندنا في العيادة يعني الحمد لله بيخدم الناس كلها في منطقة حتى العالم العربي مش في مصر كلها الحقيقة بنشكر جدا دكتور رانيا سيد عبدالعليم دكتورة واستشارة للعلاق الطبيعي لأمراض المخ والأعصاب وعضو مجلس عضو 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 هي التدريس بالأسر العيني جامعة القاهرة حاجت حبيت تقولي اي نصيح تانية ولا اوكي قلنا النصيح خلاص تاني خلاص واتمنى يكون الفقرة دي نفعة ناس كتير واما حاجة طبعا نتجه للعلاج علميا في اي حاجة علشان الجهل ساعات بيوصلنا لنتيج سيئة جدا والخراب بيوت في حالات كتير نشكركم واستنونا بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة